موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتابع قناة التعليمية في هذا الفيديو ان شاء الله نتقسم معكم بعض المعلومات حول مسابقة First Lego League خاصة بالروبوتيك هذه المسابقة تنظمها جمعية Loop for Science and Technology بشاركة مع وزارات التربية الوطنية طريقة المشاركة في هذه المسابقة هي بسيطة جدا ستجدون أسفل هذا الفيديو مجموعة من الروابط للمشاركة هي عبارة عن استمارات ملأها الأستاذ الراغب في المشاركة في هذه المسابقة سواء كمكين تعمل مدرسة عمومية أو خصوصية من بعد كتقوم الأكاديمية في استدعاء الأستاذ الراغب في المشاركة في هذه المسابقة لواحد اللقاء مع أعضاء هذه الجمعية يكون لقاء تعرفي كي تنفيذ تعريف أجواء المسابقة كيف تمر هذه المسابقة الهدف من هذه المسابقة وطريقة التعامل مع العداء إلى غير ذلك من بعد هذا اللقاء الأول يكون لقاء ثاني عن بعد يعني يكون لقاء خاص بين أعضاء الجمعية وكل أستاذ مدرب تطرح فيه مجموعة من الأسئلة على هذا الأستاذ المدرب يعني المهارات التي توفر عليها المدرسة التي تعمل فيها الوسط تعالى المدرسة وش عدم قاعة الإعلامية وش كانرات بالأنترنت مجموعة من الأسئلة ثم المرحلة الثالثة هي الأستاذ التي تسلم العداء هذه العداء التي تدربها الأستاذ مع التناميد وأيضا خريطة الخريطة التي تحطم في هذه الألعاب والمهامات التي تقدرون أن يقوم بهم الروبو التي تصنعوا التناميد والأستاذ المدرب السنة الماضية لكن العنوان الم مهاراته ونقل مع البضائع Counter مهاراته ونقبل هذه المعام الماضي المسابقة طاقات حيث أن تصنع مهارات المهم التي تصنعوا بالطاقات تصنعون هذه الروبو وكل مهم من التناميد أو تكمل احس �قعة مثل التنامي التأميد على لوكات تقدم مهمات المتصد وتمع انتجام من المنزر مجموعة من الأشياء التي تنقط عليها فترة تعد التدريب يقوم بها الأستاذ تقريبا ساعتين في كل أسبوع ومن بعد تكون المسابقة الجهوية يعني كل الجهات يمشي الجهة معينة والمدرسة معينة وتكون في هذه المسابقة الجهوية في هذا العام كانت المسابقة الجهوية في مراكوش، الضربيضاء، فطانجة، فاس ومشأوا الأستاذة ومشأوا المدارس المشاركة الجهة التي قريبا لهم ومشاركوا فيها وتأهلوا مجموعة من المدارس وكيف يبقى الهدف من هذه المسابقة يعني هو التعلم والمراح والتعلم النشيط يعني والاستفادة ونتعرفوا على الجديد في هذه الميدانة الروبوتيك وتعرفوا على مدارس أخرى وتعرفوا على فرق أخرى هذا هو الهدف الأساسي من هذه المسابقة والفرق اللي كتربح اللي كتأهلوطنيا تقدر تشارك دوليا في مصابقات دولية وبالتوفيق للجميع إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر